السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما نزلت الفيديو بتاع تخزيني بسلة عجب نسكتير اقومنكم وطالبوا مني لأعملكم فيديو الفسولية الخضرة فقررت النهاردة ان شاء الله اصور معاكم الفسولية الخضرة وطريقة تخزينها من السنة للسنة واتفضل معاك ان شاء الله محتفظة باللون بتاعها وجميلة جدا يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وندي كده مع بعض ونشوف هنعملها ازاي اول حاجة طبعا باجيب الفسولية انا جايب الفسولية النهاردة كيلو ونص بعشرة طبعا اواخر الشطة الفسولية بتبقى رخيصة جدا فاللي عايز يفرز حاجة هي اللي حيجيبها اللي من دول حاجة مسكرة ورخيصة تمام جبت الفسولية ورحت الجاي بقى منضفها بالشكل اذا هنضف بقى كمية تاتي كلها كده الاول دي اول خطوة انا بعملها في الفسولية لانا هنضفها كده الاول وبعد برضفها بقى بقى ابدأ بعد كده ايه اخسلها ونشوف هنعمل ايه مع بعض بس اخلص الاول الكمية بتاتي كلها كده تنظيف بقى الحتة اللي قدام والحتة اللي وارف الفسولية ورصوهم كده مع بعض بعد تعملت ضفتها خدتها بقى على الحط بقى في طبق كبير وروحت جاي غسلها مرة واثنين وبعد كده حطتها في المصفة وهسيبها تصفة كده لمدة نص ساعة وبعد نص ساعة بقى جبت الطبق والسكينة وبدأت بقى اضطحها بالشكل ده طبعا التقطيعة دي برحتك خالص كل واحد بعد حسب بحب انا بحب اضطحها صغير كده في ناس تاني بقطعها نص سين كده وبعد كده اضطحها حيات كبيرة برحتك اضطع اللي انت عايزها هي طريقة التخزين كلها واحدة تمام التقطيعة بس اللي بتختلف بعد بما قطعتها وخلصتها هروح جايب الكباية المعيارية بتاعتي نشفة وكمان معنا الكيس ناشف والفاسولية نشفة اوعي كل مبلولة معاك هروح جايب الكيس كبايتين من الفاسولية وبعد كده طلع منها الهوى واروح جايب اقفل عليها على طول زي ما ادي شايفة كده اهو وارسون بقى فوق بعض هعمل كل الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل كده طبعا حابة تحطي كباية واحدة في الكيس حابة تحطي كبايتين حابة تحطي تلاتة براحتك خالص زي ما انت عايزها تمام كده خلصت ما شاء الله الخمسة كيلو فاسولية خلصتهم كده هروح جايب الوقت هرفتح الفريزة وارسوهم بنفس الشكل كده فوق بعضيهم عشان ما ياخدوش مني مساحة في الفريزل ولما تيجد تطبخي منها هتروح جايب مخدعة تخضيعة تحت الفاسولية وتروح جايب على طول دخلة في الفريزل جايبت كيس اللي انت هتطبخيه وتروح جايب في الضياف قلب الصلصة يعني اوعي تطلعي الفاسولية من الفريزل اول بسلة واي حاجة بتخزنيها وتسيبيها تفك لا اداية ما عملناش على البخار والكلام ده كله اول ما تطلعيها من الفريزل لازم عطول تحطيها في الصلصة بصي جربت طريقة بتاعتي كده جربتها حتى لو في كيس واحد بس من الطريقة اللي انت بتعمليها وشو فيها هتلاقها والله العظيم جميلة جدا انا عملت البسلة بنفس الشكل والفاسولية وبعملهم بكل سنة كده بنفس النظام يا رب تجربت طريقة بتاعتي وتعجيبك سهلة وبسيطة وما تنسيش تكتبلي في الكومنتات بتشاهديه من اني بلد وتقوليني انت عايزاني اعملك ايه تاني ان شاء الله في فيديو الجاي فرزلك ايه تاني اكتبولي كده وشجعوني وقولولي ويجازاكم الله كل خير ومش تنسوا اللايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجزء وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ومش تنسى